مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي العمل على مواجهة مشاريع العنف والتطرف وترميم الآثار الفادحة جراء حرب ميليشيا الحوثي وأضاف في كلمة له خلال قمة المستقبل في الأمم المتحدة أنه على الرغم من وطأة الحرب والأزمة التمويلية جراء هجمات الميليشيا على منشآت النفط إلا أن الحكومة تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وأشار العليمي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحرب والفيضانات مؤكدا أن الحكومة تعمل مع المجتمع الدولي على بلورة استراتيجية مغيرة تجاه اليمن تقوم على الانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة واصلت ميليشيا الحوثي حملات الاختطافات الواسعة التي طالت المواطنين في إب على خلفية الدعوات لإحياء ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اختحمت عددا من المنازل بعدة قرى وعزل في مديرية السد واختطفت قرابة عشرة أشخاص وبحسب المصادر فإن المختطفين من أبناء المديرية بلغوا قرابة 45 شخصا خلال الثلاثة الأيام الماضية في سياق المتصل أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في إب وبقيت المحافظات على خلفية الدعوات لإحياء ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة دعت المنظمة في بيان لها ميليشيا الحوثي لسرعة إطلاق سراح المختطفين محملة إياها مسؤولية سلامتهم وطالب البيان كل المنظمات الدولية والمحلية للوقوف بمسؤولية انتجاه جرائم ميليشيا الحوثي والمطالبة بمحاسبة منتهك حقوق الإنسان في اليمن وضمان عدم الإفلات من العقاب ودعت المبعوثة الأممية والمنظمات الأممية بالضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف انتهاكاتها ضد المدنيين في السياق أقدمت عناصر من ميليشيا الحوثي على اقتحام عزلة الأكروف بمديرية شرعب السلام بتاعز في إطار حملتها ضد المحتفين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وقالت مصادر محلية إن عناصر الميليشيا معززة بدوريات عسكرية هاجمت منازل المواطنين في قرية القردوحة واعتلت أسطح المنازل واعتدت على النساء واعتقلت أحد الشباب ولا تزال تلاحق آخرين وأكد أهالي القرية أن اعتداءات الميليشيا وعملياتها الترهيبية الممنهجة لن تثنيهم عن الاحتفال بذكرى الثورة داعين إلى إدانة ممارسات الميليشيا ووضع حد لجرائمها قالت مصادر محلية في محافظة لحج إن نحو 250 أسرة نزحت من منازلها في مديرية المسايمير جراء القصف المستمر والاستهداف من قبل ميليشيا الحوث للقرى السكنية وكثفت الميليشيا من هجماتها على منطقة عهامة شمال غربي المديرية بحسب المصادر فإن عناصر الميليشيا قرب المسايمير وماوية تشق طرقات جديدة نحو خطوط المواجهات في الجبهة من جانبهم ناشد أهالي منطقة عهامة السلطة المحلية والجهة الإنسانية المعنية مساعدة عشرة الأسر النازحة في المنطقة الريفية النائية التي تعاني من الفقر والحرمان أساسا نهاية المجاز إلى اللقاء